اهلا وسهلا مشاهدين لسه في عملية البناء يعني عملية البناء للسودان ومكن تبدأ بحيات بسيطة جدا خاصة الجانب الصحي هو كان لثلاثة عقود خلينا نقول للأمانة يعني وللآن لسه في وريطة كبيرة جدا من نظام البائد يعني في المجالات الصحية عدم الاهتمام المرافق الصحية ما فقط في المركز الخرطومة إن في كل ولايات السودان ليلة في صباح الشروق في صدد يعني مبادرة طيبة لتأهيل مركز صحي يعني سوعدين نكون معنا الأستاذ المحامل فرح وهبي حتكلم عن مركز صحي الشهيد الشهيد القصي حمدته اللي هو في جبرة حنشوف طريقة تأهيله وتفاصيل المختلفة لحد ما تصل معدات الطبية إلى المركز أهلا وسهلا صباح الخير مرحب بك مرحب نعم أهلميك أستاذ الفاتح وزي ما ذكرت الحمزين في الجانب الصحي كان مهمل ومهمش والثورة السودانية من طلعت عشان ما تحقق مطالب كان واحد من ضمن المطالب إنه يكون في نظام صحي في السودان مختلف وميز أنه الصحة أساس والتعليم أيضا أساس فبالتالي راح ضحية الثورة السودانية عدد كبير جدا من الشهداء لهم الرحمة والمغفرة ومن حقهم علينا أنه نحن نخلت ذكرهم في واحدة من الأسماء زي ما أنتوا قمت بالمبادرة الطيبة اللي هي مبادرة مركز صحي الشهيد غصي حمدتو غيرتو ليسهم لها نرجع عليه وكيد في محاولنا في جبلة لكن خلينا نتكلم أولا عن الفكرة والأهداف في البدرة نترحم على شهداء ثورة ديسمبر وكل شهداء الثورات السودانية وشهداء نظام الإنغاز من سنة 89 طبعا معلوم للكافة إنه نظام صحيح في السودان نظام منهر نحن في جبرة جنوب ومن هنا بشكر الشباب والشابات على فعله ما السوري إنه مساعدوا في اقتلاء نظام تسعة وتمانين قمنا بمبادرة تهيل مركز الشهيد غصي المركز ذا ساسا كان موجود لكن كان مهمل لفترة يعني التغريمة تأسس الفين وعشرة من الفين وعشرة المركز ذا ما كان فيه عمل طبي يقوله عليه الدكاترة بيجو الساعة يزاعب يطلع وصاعة عشرة في مركز الشهيد خالد في جبرة شماله يعني احنا في جبرة جنوب جبرة جنوب في مربع 14 و16 و13 و17 يعني الناس كان تمشي بعيدة بعيدة يعني بعيدة اعتمعنا احنا الشباب وغررنا إنه نستفيد من المركز لو نحاول ناهله الناس طبعا عارفة إنه يعني فيه في ضغط شديد على المستيفيات قلنا ناهله وسكان الحي يستفيدوا منه صحيا يعني من شيء يقوله ده جاني مهم جدا يعني لجان المقاومة في أحياء السودان مختلفة بالذات يعني في جبرة ممكن تحزو الحزو بتاعنا زيبرة في تأهيل المراكز المرافقة اللي بتكون جوة الحية الصحية عشان برضو توفر تخافف الضغط بالنسبة للمستشفيات شنو إنتوا الآن الدورة اللي بتقوموا بها وهل هو تأهيل فقط ولا تأهيل مقسمة لجام مختلفة حتى إنه المركز يكون في أبها يعني حلة هل إحنا قمنا قسمنا للجام يعني يعني المركز طبعا الناس عارفة إنه فيه يعني التكاليفة المالية بتاعته الصيانة بتاعت التأهيل بتاعت المراكز مكلفة شكلنا اللي جام مالية شكلنا اللي جام إعلامية شكلنا اللي جام إنه تمشي شباب يمشي خاضوا ناس الحي طرحوا لهم فكرة إنه يهيل المركز شكلنا اللي جام بتاعت إنه تحصر عدد دكاتر في الحلة يعني 16 و 17 و 13 خاطبنا ناس الوزارة قال لينا نازل بنعلينا اللي جام دي مسؤولية إنه شنو تأهيل المركز تأهيل عام يعني المركز كان بيشتغل الفترة الصباحية حتى في الفترة الصباحية كل ساعة ولا ساعة يعني إحنا غررنا إنه المركز ده لازم يشتغل 24 ساعة 24 ساعة فترة الصباحية ممكن عن طريق ناس الوزارة الفترة المسائية عن طريق الدكاتر الموجودين في الحي يعني ناس المختبرات في في الحجم أنا أكيد في ناس شغالين مختبرات ناس التخصصات التانية عندها ناس متخصصين باطنية في لكاتر المؤمنين هناك في صيدلة ديالي اللي توافقنا معنا حنسجي لهم إنه يشتغلوا معنا كمطوعين أو كمعينين من الفرص عامل كويسة بالنسبة للمنطقة صحيحة طيب برضو أستاذ الفتح خلينا نتكلم عن قيم الثورة تحديدا في تاهيل المركز طبعا أكبر قيمة من قيم الثورة هي شنو؟ يعني قيم الثورة حرية سلام وعدالة الحرية والسلام والعدالة دي ديما الغيمة الأساسية نعم لكينا عندنا الشعار كام يعني نذاكرينه في الثورة إنه حنبنيه أيو البونا ده يعني إحنا كشباب أو كأهل منطقة البونا ده مابونا ذاتي يعني إحنا الليلة انتظرنا كان قاطبنا الوزارة كان خطاب فات للوزارة شعن إنه تساعدنا في البونا متوفقنا البونا الزاردة بيقوم بيوه الإنسان شعن يطور منطقته يعني بالقليل يعني إحساً يعني إحساً فاتوا لأصحاب الدكاكين المغالغة في الحلة فاتوا للبيوت أسه قادرين نبني يعني دي بداية البونا غير كده عندنا شغل كثير في جبرة تمين بيوه مشعار من شعارات الثورة يعني يعني شغل الدعم هالواقف فقط على اللجان أو اللجان وقاومة جبرة داخلياً يعني ولو برضو كمان في خيرين ممكن يساعدوا في الموضوع ده يعني لو كان ممكن لأنه إحنا الآن في فضاء يكون فيه دعم خاري يصلكم ولأنه ما فقط صحة ناز جبرة ينفع صحة السودان والله أقوى بالدعم والتبرع مفتوح يعني يعني إحنا من هنا بشكر الشركة السودانية للمعادن تغريباً أمسي ببرعات لينا إننا شاب متواصل معهم ببرعات لينا ده مالكة وعملت فعل إنساني جميل غير كده بابا التبرعات مفتوح لكل الكيانات اللي بتقدر تدعم كيان صحي يعني يستفيدوا منه كل الناس طيب برضو حابين زي ما ذكرت في بداية نتكلم عن تخليد اسم الشهيد قصي في المركز وأصبح هو اسم جديد للمركز من أهم واجباتنا نحن تجيها الشهداء إنو نخلي دم يعني الشهداء قدموا لنا يعني ما في أكتر من نزول قدم روحه يعني الشهيد غصي يعني من سكان جبرة وعننا في جبرة مترحم عندنا تاني اتنين شهيدة لكن شغالين على إن شاء الله برضو حن نوفر ليه تقليد تاني الشهيد غصي يعني ده شي بسيط كونه انو يتخلد اسمه في مركز يعني له الرحمة والمغفرة ده شي بسيط انو يتخلد اسمه في مركز صحيح حاجة بسيطة صحيح حاجة بسيطة تقليل من كثير يعني من تضحياتي حنجيك بعض الفاصل أستاذ الفاتح عن المعينات اللازمة اللي بتجيكم سواء كام من الخيرين عموما في الحقلة الطيبة أو ارتباطكم برضو بالوزارة لكن بعض الفاصل المشاهدين انو يتواصلتان عبا صباح الشروط موسيقى 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 اهلا بكل مشاهدين مرة ثانية على شاشة طهنة الشروق في صباح الشروق في ساعتنا الثانية من صباح الشروق وداخل الستوديو معنى الأستاذ الفاتح فرح وحبي من أصحاب مبادرة مركز صحي الشهيد قسيح حمدت في جبرا اللي تم تعهيله اللي هيفتتح قدر يمكن أستاذ الفاتح حمد كان بدأ معك سؤال مهم جدا أن المعينات الصحية والمدادات الصحية المختلفة للمركز يعني كيف بالتم يعني هل خيرين كان لهم دور في المعينات وكذا وخاصة أنه حاليا السودان في أزمة صحية يعني كبيرة جدا وأزمة عدم توفر دواع يعني فكيف هيتم معالجة هذه الأشياء خاصة الفاتح قريبا طبعا احنا تواصلنا مع الوزارة قدمنا له يعني احتياجات المركز المركز أساسا فيه يعني فيه معمل جيد تقريبا يعني دار ليه شوي الشغل عندنا قسم بتاع سنان عندنا صيدلية في المركز تواصلنا مع بعض الخيرين في الحلة تقريبا فيه واحد عنده متبرع لينا بجزء من الأجهزة والباقي إن شاء الله منتموا عن طريقة تبرعات يعني بالبرقة زي موجود يعني غير كذا هل انتو تواصلتم مع الجهات الصحية يعني ممكن تجيكم معينات صحية طبية من وزارة الصحة لو توفرت يعني مرات بيكون في مراكز تبرعات لمراكز صحية في ولاية السودان المختلفة فعندكم كونتاك أو عندكم رابط كذا مع وزارة الصحة الجهات الصحية أكيد أكيد الشباب عندنا يعني إحنا ما مقسمين العمل ذا للجان عندنا للجان بتمشي وزارة الصحة كان خاطبون بإنه يحصروا ليم الدكاترة حتي يتم ذاتهم ممكن يعينوهم من اللجان دي يعني اللجنة دي قدمت خطابات للوزارة عزنا شون احتياجات المركز وصلكم منهم جزوة كان في بشريات من قبلهم يعني والله إلى الآن ما تمرد معفرت معفرت لكي لا تتوقفوا نحن نقول إنه المركز ذا ملي لجبرة فقط إنه لما يتأهل بكل أقسام الذكرتها أنت بيكون محيط لكل سكان يعني المجاورين لجبرة ممكن يستقبلهم خاصة إنه الدكاترة والأطباء من أمناء المنطقة لكن السؤال أنتو كيف حيتم التنسيق يعني في أطباء من جبرة برضو أو الجهات المجاورة لجبرة يكونوا شغالين في مستشفيات تاني يعني التنسيق بيتم كيف ولا حسب الجدول يعني التنسيق طبعا الناس بتقعد مع الدكاترة الساكنين الحي بتتناقش معه على هم حيقدر يقدر يقدموا لنا شنو يعني هنص يحصرنا الدكاترة يعني فيه ناس بقدروا في خدمة فيه أخصائيين ساكنين جبرة فيه ناس عندهم عيادات خارجية يعني هنش هنستمرار التالمركز ويشتغل بالليل ويشتغل 24 ساعة يعني هنقعد معه منه يوفروا لنا ساعات في خلال الأسبوع يعني الدكتور يعني الأخصائي بطاعة باطنية عندنا ناس الدكتور أخصائي بطاعة باطنية ضموض برع أنه يجينا يوم في الأسبوع يعني فترة هو شغال الأسبوع كله ممكن يخصص للمركز يوم في الأسبوع من سبع صباح يوم الخميس يحد الساعة تزع بصورة دورية بصورة دورية يعني نقول أربع أيام في الشهر كله خميس الدكتور دا بي نعم والله ربنا يفوقه إن شاء الله يعني عمل مجهود مهم جدا جدا خاصة لما نتكلم عن الصحة يعني المركز مهم جدا في المنطقة طيب الافتتاح قريبا كيدا 30 يونيو كيد لماذا؟ خصوصية اليوم طبعا 30 يونيو يعني يوم معروف يعني يوم فاصل وطاريخي في ثورتنا العظيمة يعني 30 يونيو دا عنده يعني إحساس خاص يعني إحنا قبل فترة اتناغشنا إنه يفتح متين يعني إحنا الشبابة صروا إنه يفتح 30 يونيو لأنه 30 يونيو دا كان انتصار للإرادة السودانية وانتصار للدولة المدنية يعني إحنا هنفتح المركز سيكون إن شاء الله انتصار للشهداء برضو إنه ما ناس إنا وإحنا شغالين لهم يعني برضو الإفتتاح المقترح شنوف اليوم باعك؟ كيف تفكر المقترح العام للإفتتاح المركز؟ الفكرة المقترح للإفتتاح إن شاء الله خاصة إن إحنا في ضل دايحة كورونا يعني بيجو في المركز يعني دي دي الشي الأساس إنه إنه إحنا شهد وصايت إفتتاح المركز وسبعنا الجبرة كلهم ومن ناس تنتلغ للموكب يعني من المركز بغيابة أم شهد وصايت إن شاء الله يعني منقول إنه في الثلاثين من يونيو حي يفتاح المركز حيكون مجهز بالكامل يعني الإفتتاح دي وليفتاح بزي مناسبة معه مناسبة الوطنية الكبيرة لذكرى بكم العمل يعني خلاص حيكون مكتمل يعني بكم مكتمل إن شاء الله لكن السؤال يعني هل حيكون فيه صناديق معينة يعني عشان تدعم لأنه الجهد جهد شعبي ولازم ما ينقص خاصة الدواء أو كذي يعني التفاصيل الطبية دي فهل أنت من خلال المبادرة أو المبادرة الطيبة دي حيكون في جانب مالي معين وخاصة اللي اللي أنتو كونتوها على أساس إنه يعني شوف النواقص اللي بتكون العمل يستمير أكيد أي طبعا إن شاء الله يعني دي اللجنة دي يعني هنشكلها لجنة أمونابت تبع المركز المتابعة للمتابعة لذلك هنحيكون في كونتاك طبعا مركز وطابع الوزارة الصحة لكن الخدمة لناس الحي أكثر اللجنة وتحت الأموة اللي إن شاء الله هنحيكون عندها كونتاك من الشباب من سكان الحي هتكون متابعة مع إدارة المركز كأي احتياجات في أي حاجة ناقصة اللي اللي بتقدر توفيرها على طول السنة نعم طيب أستاذ سريعا نتكلم عن لجان الخدمات في مربع ١١١٦ ودورها في تاهيل المركز أكيد لجان الخدمات يعني في المربعين دي اللي هي الدورة الأكبر يعني الشباب من هنا أنا بوجه لهم الشكر يعني شباب متهدين وقدرين ينجزوا حياتهم من غير المعانات خارجية ما شاء الله عليهم يعني دورهم كبير جداً نعم إحنا لوجودك معنا لي مساحتك الكبيرة اللي أنت أفردت علينا اليوم وأكيد هنكون حضور في ابتداء المركز كبير للنعم كده ومنا علي الموقف أكيد أنا هنا بوجه ليكم الدعوة وبشكركم إنه هتحتي لنا الفرصة وربنا شكرا لأستاذ الفاتحة فرح وحبي مبادرة مركز صحيح شهيد قسايحة شكرا لكم